الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو سبحانه حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعه وعلىه بإحسان إلى يوم الدين يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ويقول جل شأنه يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهُ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهُمْ مَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ويقول جل شأنه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا اللهم إني أسألك أن أكون وإخوة هؤلاء وأخوات من فائزين نسألك يا رب التقى واللوقى والعفاف والكفافة ومعنها من الناس ربنا احفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي تكلمنا في الأسبوع الماضي أو ذكرنا الوصايا العشر التي جاءت في القرآن وذكرنا منها ثلاث وَالْبَقِ إِنْشَاءَ اللَّهُ سَنَتَطَرَّقُ لَهُ بَعْدَ الْعَطْرَ وَالْبَقِ إِنْشَاءَ اللَّهُ سَنَتَطَرَ İلا ليس نَتَطِدَ لِالْشَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَزَوْجَالٍ وَالْبَنِينَى لِالسَطَرَ وَالَبَقِ إِنْشَاءَ اللَّهُ سَنَتَطَرَ وَالُسَّلَ نَتَطَرُ لَيُسَا儿 لِلَاءً مَا أَنْتَطَرَ وَالْتَطْرَ وَالْتَطْرُ لِلَا زَحِقِ أُضَقِ اللَّهُ سَنَتَطَرَ وكشوف الله عز thousands من ينظر ننتظر هذا، إن الله عزte بترسط من زجوم البتك نكدا ما ان طلبنا وانه من قبل أن أحد اخبرنا مجلسة سنعرفه نزيل سنعرفه نعم سنعرفه بعد الامر سنعرفه سنعرفه اليوم سنعرفه سنعرفه هذه تدرجتي قبل أن أمامها دعوة وقت دعوة كما أنت العالمي لدينا سنعرفه حتى تدرجتي أو تعرفه على المدينة لذلك يمكن أن يكون من المدينة يقولون أنه ليس في الوقت إنه سيكون في الوقت فهل يمكن أن يكون ذلك لذلك يوجد الناس يوجد عدد المدينة لذلك يتحدث عن هذه المقدمة التي أتحدث فيها دائماً ومتقدمها أكثر من عشر سنوات حتى أن الكثير مننا قد حفظها حفظ هذه الآيات الثلاث التي أتحدثها وحفظ الدعاء وحفظ ما أبتدئ به ربما يقول الإنسان أن هل لا يوجد في القرآن إلا هذه الآيات الثلاث لا يوجد في القرآن مثل هذه الآيات ومثل هذه الآية التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا تسعون آية تسعون آية جمعها الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله في عمره وجزاه الله على ما خير وجزاه شفاه وعفاه جمعها في كتاب كتبه سنة أربعة تسعين وتسعمائة وألف تحت عنوان نداعات الرحمن لأهل الإيمان جمع كل هذه نداعات وشراحها نداعات الرحمن لأهل الإيمان كتبه كتبه نداعات الرحمن لأهل الإيمان نتخلم عن المقدمة أي البدء بالحمد لله نحمده ونسلم فهذا عباد الله يجب على المسلم أن يعلن أن الله سبحانه أز وجل أمرنا ويعلمنا في القرآن كيف نتأدب معه كيف نتكلم مع الله إذا أردنا أن نخاطب الله جل وعلا يجب على المؤمن المسلم الذي يعرف حق الله والذي يؤمن بالله أن يحسن خطاب الله سبحانه إذا كانت عندك حاجة عند أحد الإنسان إذا مشيت تخطب وحد البنس وحد سيد ما راديش تخلط تقولها السلام عليكم سيد الحاجة راديش نخطب بنتك الولدي لا تقولوا تما نسم الله وأنتما عائلة ما شاء الله وأنتما عرفنا عليكم وأنتما 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 وتقدم ثم تطلب مسئلتك كذلك الله سبحانه عز وجل يعلمنا في القرآن كيف أعتبر كل مننا يقرأ هذا الأدب رباني سبعت عشرة سبعت عشرة مرة في يومي سبعت عشرة سبعت عشرة سبعت عشرة سبعت عشرة سبعت عشرة لكنه يجب أن يتحدث مع الله ، سبحانه مع رجاله عندما تريد مفرور شيئًا عن صعدت جديًا Cuzك تقول مفرور شيئًا ثم تقول لدي مفرور شيئًا كم تقول دائماً ان تكون من ذلك إلا شخص estéت على رجالة باستماء سبحانه أنه ما نعرف قالوا من فلا جيدًا ثم ما أحدث من ذلك غير المفرور لدي مفرور شيئًا كما تتحدث 17 مجرد في القرآن مرحباً لله بشكل خصوص لكن لا نعرف عندما تبدأ في صلاتك سورة الفحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعد ثم يأتي بعدها طلبك تمدح الله سبحانه وعزه وتثني عليه وتشكره ثم تقول له يا ربه اهدني واجهني في الطريق الصحيح الطريق الذي ترفاه طريق من أنعمت عليهم لا طريق الذين غضبت عليهم الذين ظلوا الطريق فتبدأ دائماً بهذا فهذا آداب مع الله إذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وعزه وجل يجب أولاً أن يسمي الله ثم يثني على الله سبحانه وعزه وجل بما يليقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه يثني عليه فالحمد لا بد هذه تربية الإنسان إذا أراد أن يدعو الله لا بد أن يحمد الله سبحانه وعزه وجل أولاً ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يطلبوا مسألتهم من الله سبحانه هذا تأدب مع الله إذا كنت بين يدي رئيس أو وزير أو جندين تقول له حضارات أو سيد المدير أو سيد الرئيس أو 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 يمنغ medم كما ستح القرية هذه الملاقات كذلك سألومة لا يسأل المكان não يجال المعارضة لك لعان الغداق وكفتت أن يحصل إلى الهدفة يدعون من هناك Samuel يتحصل إلى الهدفة لا يبدأ فيه كتن اغلت مع المنظمة وكثرة على المنظمة وكثرة على المنظمة أولا هذا هو أدريك الله يأتينا كيف يدرس لك كيف يدرسть كيف يدرس لك ونجد فنجد نجد كيف يدرس كيف يدرس سيد عندما يأتي هذه المولاة التي تبدأ في يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلْهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَلْتُمْ مُسْلِمًا ففي هذه الآية أمرين عظيمين من التكلف الأول هو تقوى الله والثاني هو الموت على الإسلام هذين أمرين عظيمين يبدأ الله سبحانه أز وجل هذه الآية يَا وَيَا في اللغة العربية يَا النِّدَاء يَا أَيُّهَا أَيُّهَا أَيُّ إِسْمٌ نَكِرَ مَبْنِي عَلَى الظَّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبِ الْمُنَادَةِ وَأَلْهَا لِلتَّنْبِيهِ لِكَيْ يَنْتَبِهَا الْإِنْسَانِ يَقُونُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَارْعِ لَهَا سَمْعَكِ فَارْعِ لَهَا سَمْعَكِ إِنْتَبِيهِ إِنْسَمِعِ إِفْتَحْ أُذُنَيكِ إِفْتَحْ قَلْبَكِ لماذا؟ لأن الله يخاطبك عنك هَذَا خِتَابٌ خَاسٌ هَذَا نِدَى أُنْخَاسٌ هَذَا نِدَى أَنْخَاسٌ 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 Dans ce verset, il y a deux sujets très importants, deux ordres très importants que le musulman doit faire dans ce bain monde. Donc, ce verset, c'est un appel. Et c'est un appel privé. Car dans le Coran, il existe deux sortes de appels. Les appels généraux, un appel général pour tout le monde, qui commence par يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَوْوْا لِجَنْ Et il y a des appels privés. Ceux qui commencent par هَوْوْا qui avez cru. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ خَسَّكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَزَّ وَجَلَّ بِهَاذِهِ بِهَاذِهِ الصِّفَةِ بِهَادَا النَّعَةِ الَّذِينَ اسْمَا وصول مبني في محل بدل لأي أونعت يُنْعِتُكَ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ يُنَاذِكَ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ يَخُصُّكَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فهذا نداء خاص لك أنت الذي تزعم أنا الذي أزعم أني مؤمن فهذا موجه إلي هذا النداء يخصني أنا أما النداء العام فهو النداء الذي يبدأ بي يا أيها الناس يقول الله سبحانه عز وجل مثلا في كتاب العزيز يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا كل الناس مخلوقين من ذكر وأنثى والله جعلنا شعورا مختلفة مختلفة الأنسن مختلفة الأنوال مختلفة العادات مختلفة البيئة وكل شيء وجعل الله لكي نتعارف فهذا نداء خاص لجميع الناس أما النداء فهذا نداء عام أما النداء الخاص فهو النداء الذي يخص المؤمن مختلفة البيئة تريكون من ذكر ما يحدثت البيئة vagyérie ِ البتως النداء وقت 여기서 نقول شخص انظروا ahah لذلك يقول الله سبحانه عز و جلد في القرآن أفضل يا بكري، أفضل يا بكري، أفضل يا بكري، أفضل يا بكري أو كما قال في معنى الكلمة إنما لخير ينفعك أو لشر يحذرك منك إما الله سبحانه عز وجل يناديك أنت ليقول لك هناك خير يجب أن تنهل منه يجب أن تنتفع به أو يقول لك إياك هناك شر هذا أمر خطر هذا أمر صعب هذا أمر يجب أن تجتنبه أنت المؤمن لم يقل يا أيها الناس اتقوا ربكم لأنه خصك أنت المؤمن في هذه الآية فالأمر الأول المهم في هذه الآية هو يقول الله سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقة قاتل اتقوا الله حقة قاتل اتقوا فعل أمر فعل أمر أي الله سبحانه عز وجل يأمرنا نحن أنتم أنتم المؤمنون اتقوا الله فعل أمر مبني والفاعل هو الوا والجماعة والتي تعود على أنتم المسلمون أنتم المسلمون اتقوا الله واتقوا جاءت من فعل اتقى وفعل اتقى أصله في اللغة العربية ووقا فيها أي جذر جذرها هو واقى وواقى بمعنى حمى واتقى بالشيء بمعنى احتمى بالشيء واتقوا الله بمعنى خاف من الله ومن عواقبي ما يفعله من سيئات اتقوا الله بمعنى خاف من سيئات المسلمون هذا هو م pertinence بعض الألم سنة ارتقى في الواقع هذا هو مرحب وجل كما هذا المسلمون كلمت أنتم منbahnون أنتم المسلمون ونون هذا هو مرحب جده من استجد قلت القرآن يمكن أن يراه الإنسان أو ينظر إليه بنظرتين نظرة البعيد الغريب كيف يراك البعيد الغريب عنك يراك دائما في المسجد فيحكم عليك إنسان ما شاء الله تأتي المسجد وتصلي صلواتك إنسان مؤمن إنسان مسلم لكن كيف يراك الحبيب القريب وكيف يراك الحبيب على قراره؟ أجل يراك الحبيب لك من تخزوك هل فأي أنني تشاهدت كيككك سيكون؟ لا؟ لا ممكن تتشاهدتك من تشاهدتك لك لأنك تشاهدتك لكنها لا أعرفها ونرأت لن أجل يخذوك بالقريب ترىك وتعرفك أهسان مني أنه لأنها ترى أشياء أخرى لا يمكن أن أراها أنا إما الرؤية أن تكون رؤية سطحية أما أن تكون رؤية عمقية رؤية العمق مثل كالإنسان الذي يرى البحر ماذا يرى على سطح البحر؟ يرى أمواج فقط ما أزرق وأمواج لكن إذا تعمق في قاع البحر رأى العجائب والغرائب ورأى ما لم يسمع به فتمنى لو أن يسكن هناك لكن عندما يكون على سطح البحر يخاف يرى فقط الأمواج ترعبه و ترعبه c'est la même vision de celui qui voit la surface de la mer qu'est-ce que tu vois de la surface de la mer à part des vagues qui font peur mais si tu plonges au fond de l'océan tu vois des merveilles et tu espères que tu vis dedans tu ne veux pas sortir tellement que tu avais c'est ça la même chose quand tu vois le verset Coran qu'est-ce qu'on comprend de ce verset ? الله سبحانه عز وجل il nous dit craignez الله et il faut mourir musulmans ça c'est en général لكن إذا تعمقنا فيه وأخرنا كل كلمة وأنتقناها لأن الكلام ينتق يجب انطاقه il faut prendre les mots et ne faire parler car les mots parlent on ne doit pas quitter un mot jusqu'à on connaît tout deux mots qui le crescent on connaît tout اتقوا الله الله نفظ جلاله مفعول بمنصوب وحق مفعول مطلق حق تقاده لا يمكن لي لا يمكن لي إنسان ولو ذاب وتبخر أن يتقي الله كما ينبغي لا يمكن لا يمكن للإنسان ولو عبد الله سبحانه عز وجل ما عصاه وما ترك فرضا من فرائب الله سبحانه عز وجل لم يتقي الله حق تقاتل يقول حق حق ومن صدوة لا يتقي الله الله لم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمين قال حق تقاتل هو معنى حق تقاتل معناها أن يذكر فلا ينسى وأن يطاع فلا يحصى وأن يشكر فلا يكر هل يمكن لأحد منه أن يذكر الله دائما فلا ينساه أبدا من ذكر أو يذكر الله ولا ينساه في أي لحظة هل من منا من أطاع الله ولم يحصى في أي لحظة هل من منا من يشكر الله ولم يقفره في أي لحظة يصاب الإنسان بمرض ضعيف قليل فيكفر يصاب الإنسان بقلة في المال فيكفر يصاب الإنسان بخير فينسى الله سبحانه عز وجل يقول الله سبحانه عز وجل إن الإنسان خوليقها لعب إذا مستهو أشارو جزوعة وإذا مستهو الخير منوحي إذا قررأان ليس قررأان إن الله سبحانه عز وجل ليس قررأان كنتم أفعل وإذكر الله وإذكر أنه ليس قرأان يقولون أنك تذكر الله ونفع الله لماذا يذكر الله وكيف تنسيه الله لا يمكن أن يكون لك ما يحدث وكيف تنسيه الله لا يمكن أن يكون لك وكيف تنسيه وكيف تنسيه الله يقول أنه لا تسمعون و أستغفر الله و ليس بل سائل المسلمين أستغفر الله و سبحانه إنه هو الرافور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة عباد الله المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إذن إذا كان الله سبحانه أز وجل يأمرنا أن نبتقيه حق التقاه وهو يعلم أننا لا نقلل على ذلك فلماذا يأمرنا إذا كان الله سبحانه أز وجل في هذا اللي książ الآن لماذا يأمرنا ؟ فما هي أنك أنك قرأت الله سبحانه أز وجل يجب أن يتقي العبد الله ما استطاع حق استطاعته قدر استطاعته إذا اتقيته قدر استطاعتك وشكرته قدر استطاعتك كان الطاقة البشري هذا بشر ضعيف الإنسان ضعيف من منا يستطيع أن يعيش بدون الله جل وعلا إذا كانت هناك أرض تقلك وسماء تظلك غير سماء الله وأرض الله فاذهب إليها إذا كان هناك هواء تتنفسه لا يملكه الله إذا كانت لك قدرة لا يملكها الله ففعل ما شئت ليس لنا شيء ولسنا شيء ولا نساوي شيء بدون الله جل وعلا فنحن الضعفاء نحن الفقراء إلى رحمة الله سبحانه الله وهو الله الغني المتعالى القائم بنفسه لا ينفعه من عبده وشكره وحمده حق العبادة وحق الشكر وحق العمل ولا يضره من كفره فهو الله جل وعلا في علاه مستغنى في غنى عن خلقه والعبد لا يستغنى عن الله سبحانه عز وجل لأنه ليس في غنى حتى عن نفسه فكيف يستغنى عن ربي فإذن العبادة حق الاستطاع والشكر الثاني في هذه الآية يقول الله ولا تموتن الواو العطف أي حكم ابتقوا مرتبط بحكم تومنوا ولا تومنون وحذفت الواو لإلتقاء الساكنين فأصبحت ولا تومنوا كذا ولا تموتون فحذفت الواو لإلتقاء الساكنين وأصبحت لا تموتن لا الجازمة لا الناهية تجزم المضارع إذا دخلت عليه ثم النون هي نون التوكيد وأنتم غمير متصل في محل رفع مبتدأ ومسلمون حبر فالمعنى في الجملة الثانية له رابط بالجملة الأولى لأنه معطوفنا عليه بحرف ألواب الله سبحانه وعز وجل يطلب من الإنسان المسلم أن لا يموت إلا وهو مسلم وهل يملك وهل يملك الإنسان خاتمته حتى يختار كيف يموت لا ولكن إذا تربى الإنسان على الدين على الإسلام إذا تشرب من الإسلام فكيف يمكن له أن يموت على غير ذلك كيف يمكن للإنسان أن ينسى كيمة لا إله إلا الله إذا تربى عليها وتربى عليها لسانه لا يمكن لا يمكن أن ينسى أما إذا الإنسان ما اتخذ طريقا غير طريق الله وما اتبع سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الطريق القويم وعلى المنهج السديد والله سبحانه وعز وجل سيسدده وسيسدد خطاه إلى أن يموت وهو مسلم أما من يدعي الإسلام منظرا منظرا شكلا قولا غير فعل فهذا فليخشى على نفسه خاتمة كيف يمكن للإنسان أن ينطق لا إله إلا الله أو أن تكون آخر كلامه لا إله إلا الله وهو لم يعرف من لا إله إلا الله ولم يفهم معناها ولم يتعود حتى على قولها كيف ينسى اليمان بالتحلية ولا بالتبنية ولكن ما واقرة في القلب وصداقه ألعمال جديد في هذا الززء في هذه الخطط الله سبحانه وعز وجل سبحانه وعز وجل يسلم أمت بيساعدنا عمم كيفية ليس مرير كون موزنة يجب أن يكون مناً كيف يكون مناً أو كيفية أنه نعرف كنت وكيفية نعرف كيف يريد ام نعرف والله و estratég دلاططiev Especially ، دلط addressed هذا الوسيقى الدكث incarnاء الدفولية الدكريب ونزن،itative تشمل أغشير المغازنين هو خداًPER قمي بزيارة دلائية ونبدأ أصدرت، وulously يميت تجاهل أسدرتك relابع جداد یارتها بزيار وحين أيضًا في اصدرتبات انهيزان وحين برقة وقلبك الشهر ولمن يلييقي عندما ي eerste البرف yeah Bulد آخر وجدت Home ومن أيضا الله سبحانه الآن سنع SAT على هذا الأمر الذي يجب الله لك نرى هذا أغلب الحزن هذا الأمر حالك ومن خلالهم من نفسه يجب أن تنزل ويمكنني أخرى الآخر ويقب أن تكون أخرى ومن ثم يتوقع ويستمره لعطاء كما نفعله ومن خلال الخطب نحن نتفق بالأسفل ونأتفق بالأسفل ونعطى للمبسكة إلى هذا الموضوع قبل التطاق إلى الصلاة نحن نكرّه إخوات النهو يوم العراد يوم السبس يكون اللقاء donc demain إنشاء الله il y aura la rencontre des jeunes il a été annulé la première fois à cause de la neige et il a été reporté donc au samedi le 23 février qui est demain إنشاء الله à partir de 19h30 donc c'est le thème de la technologie ou la nouvelle technologie selon le Coran et la Sunna comment doit-on se comporter avec les nouvelles technologies donc c'est un sujet qui est très très important donc il est adressé à tout le monde donc soyez nombreux إنشاء الله demain pour cette rencontre du jeune qui débutera à partir de 19h30 إنشاء الله la deuxième chose c'est que pendant les vacances scolaires donc la mosquée elle organise des activités pour les enfants pendant les vacances du lundi au vendredi إنشاء الله je crois de 13h30 à 17h30 quelque chose comme ça dans tous les après-midi donc tous les enfants c'est pas que les enfants qui sont à l'école arabe ici tous ceux qui ont des enfants de 3 ans à 11 ans إنشاء الله et qui sont nuit à la maison et qui ne partent pas en vacances pendant ces vacances de 15 jours qui commenceront le 2 mars donc vous pouvez ramener vos enfants ici pouvez les inscrire donc du lundi du lundi au vendredi donc 15 euros par enfant la semaine donc vous payez juste 15 euros et vos enfants إنشاء الله seront pris pendant une semaine si vous voulez deux semaines donc c'est 30 euros إنشاء الله il n'y a pas beaucoup de places parce qu'on n'a pas assez de places donc normalement il n'y aura qu'une trentaine de places إنشاء الله les premiers inscrits les premiers servis donc إنشاء الله pour tous ceux qui veulent inscrire leurs enfants aux activités إنشاء الله s'adressé au bureau pour qu'on glee dans la description pour qu'on s'adressé pour qu'on s'adressé